مسلسل التصعيد العسكري بين قوات الحكومة السورية من جهة والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية جبهة النصر سابقاً من جهة أخرى لا يتوقف في شمال غربي البلاد وسط استمرار سقوط مزيد من الخسائر البشرية من العسكريين والمدنيين الذين يدفعون فاتورة القصف والاشتباكات المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن عنصراً من قوات الحكومة السورية قتل في اشتباكات مع الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية جبهة النصر سابقاً على محور الشيخ عقيل بريف حلب الغربي فيما قتل عنصر وأصيب آخر من القوات الحكومية جراء اشتباكات بين الطرفين بريف اللاذقية الشمالي ومحور الرويحة بجبل الزاوية جنوب إدلب جاء ذلك في وقت قصفت قوات الحكومة السورية بالمدفعية الثقيلة مواقع للفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام الإرهابية على محور الفطيرة في جبل الزاوية جنوب إدلب بالتزامن مع قصف بالقثائف الصاروخية والمدفعية استهدفت تجمعات تلك الفصائل على محاور تلال كبانا بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي والسرمانية بريف حماء الشمالي الغربي في حين دمر فصيل الحزب التركستاني الإرهابي دبابة لقوات الحكومة الشمالي اللاذقية بحسب المرصد السوري وبعد مرور أكثر من عقد على اندلاع الأزمة السورية لا يزال التصعيد العسكري يتصدر المشهد وتحديدا في شمال غرب البلاد عرابوه قوى خارجية حولت المنطقة إلى ساحة للصراعات والمساومات وتصفية للحسابات وتحقيق مصالحها وأطمعها